دشنت وزارة الداخلية اليوم 18 مركبة للضبط المروري المتنقل المزودة بكاميرات حديثة لرصد مخالفات تجاوز السرعة على الطرق الرئيسية والفرعية لحماية مستخدمي الطرق وضبط الحركة المرورية وتقليص عدد الحوادثة وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية اللواء جمال الصائغ أن الإدارة العامة للمرور ستقوم بتطبيق نظام بيتو بي على امتداد طريق العبدلي لرصد تجاوزات السرعة ابتداء من 20 يناير الجاري وأوضح الصائغة أن بيتو بي منظومة مكونة من ثماني كاميرات ذكية تم تثبيتها في بداية ونهاية طريق العبدلي مزودة بنظام إلكترونية يقوم على حساب زمن قطع المسافة من نقطة إلى أخرى وفق السرعة المحددة ومن جانبه أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري أن النظام الجديد يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيمة على الطريق وحماية قائدي المركبات والحفاظ على الأرواح والمتلكات